غارقة في الفوضى والتعدي هذا حل عقارات وأملاك الدولة في العراق فالتجاوز على ممتلكاتها في المدن العراقية ليس محصورا بأفراد استغلوا ضعف سلطة القانون بل يمتد لأفراد يفترض تمثيلهم لهذه السلطة وأحزاب تشكل العملية السياسية الحالية هنا في بغداد وتحديدا في المنطقة الخضراء التي كانت تسمى قبل الاحتلال حية تشريع لا تزال القصور الرئاسية والعقارات المملوكة للدولة عرضة للنهب وتكشف صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها ملف تجاوزات لنحو 240 مسؤولا حكوميا على أملاك الدولة يعد تاريخه إلى حزيران عام 2015 قاموا بشراء أو استئجار تلك العقارات بأسعار زهيدة مقارنة بأسعارها الحقيقية وأكدت الصحيفة أن من بين المستفيدين من الإجارة المنخفضة موظف في مكتب نائب سابق للرئيس يستأجر منزلا مساحته 850 مترا مربعا بـ 26 دولارا فقط فيما يشغل نجل نائب الرئيس السابق نفسه منزلا مساحته 400 مترا مربع بأقل من 50 دولارا بينما يستأجر رئيس وزراء سابق منزلا مساحته 400 مترا مربع في المنطقة الخضراء بـ 600 دولار ويشغل رئيس سابق للبرلمان منزلا مساحته 3000 مترا مربع بإجار لا يتعدى 1600 دولار فقط هذه التجاوزات ليست وليدة اللحظة حيث يقول رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العقالي في نس استقالاته في أيلول 2011 إن التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها هو جزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق من جانبهم لا يخفي شاغلوا هذه البيوت أنفسهم وجود هذه التعديات وحتى لا يخجل الكثير منهم وسط غياب المسائلة من الاعتراف بأنهم جزء من هذه الفوضى التي جعلت المسؤولين يخلون بمبدأ المساواة أمام القانون أما بقية العراقيين ممن لا نفذ لهم فلا يشملهم هذا الحق لا وبل يعيشون بأوضاع غير إنسانية في بلاد يفترض أنها تعوم على بحر من الثروات